أستاذ أحمد نقطة تاريخية للمنتخب السعودي لحافظ على صدارة المجموعة الثانية بكل شفافية ممكن أن نقول أن الأخضر هو الأفضل أسيويا حتى الآن وحتى الجمهور طبعا عندنا صارت لزمة بالنسبة له هات اللي بعده صح عندما فزنا على اليابان قالوا هات اللي بعده هزمنا الصين قالوا هات اللي بعده كذلك الإمارات اليوم بيقولها أيضا بعد إستراليا لكن بارات إستراليا حددت بالنسبة لنا هوية المنتخب أظهرت أيضا قدرات مدرب جيد عندما تدخل مباراة وسط هذه الظروف أولا جو ماطر اثنين أرض من فترة طويلة ما لعبت عليها ثلاثة مع منتخب قوي جدا أربعة تلعب أيضا في هذه المباراة وانت منقوص قلب الدفاع على مستوى عالي مادو كذلك الحال بالنسبة لياسر الشهراني بالنسبة أيضا لمحمد العويس وتتفاجأ أيضا بالحارس الثاني قبل المباراة يصاب وما كان خيار أمامك لأن تشرك الربيعي لكن الربيع حقيقة استطاع أن يؤدي مباراة كبيرة حتى على ضوها ربما سمعته تصريح المدرب الإسترالي عندما قال واجهنا حارس قوي جدا يقول حتى قطرات المطر ما سكنت مرمى كانت فرصة واقتنم الفرصة عرف كيف يستغل أجمل استغلال هذه الفرصة والجميل أنه تم اكتشاف موهبة جديدة في الكرة السعودية وهذا هو المطلوب في هند خاصة فرص في منتخبات شحيحة جدا في كل نجمة عندما تتاتي الفرصة يجب أن يتمسك بها كذلك الحال بالنسبة للمدرب لإينارد التي تبدع في نطقة اسمه صح خليني أنا لأنني أحب أحكي على أغفروناغ الثعلب أنا أحب أحكي معك على أغفروناغ عم نشوف أنه رؤية شكرا جزيلا عم نشوف أنه رؤية أغفروناغ يعني وبصمته مع المنتخب يعني كأنها بتنجح مرة وبتنعكس إيجابا مع المنتخب السعودي عم نلمس أنه في كيميا بين الثعلب والأخضر السعودي يعني هذة تسع مباريات بدون خسارة مش بس شذي الأداء الأسماء في أسماء عمرك ما سمعت فيها يعني الجباب الغار هو كانت التارجت أو الهدف هو بناء منتخب متكامل في ناس في البداية لأنه ما أخذ أسماء شهيرة كما تعودنا كان عندها كثير من مرحبات ولكن بعد الأداء مباراة تلو المباراة صعب جدا ترى الفريق الأسترالي إنك تتعادل مع أسترالي في أسترالي نعم من فترة طويلة فرقنا العربية لا تحقق نتائج جيدة مع هذا الفريق الذي ليس له صلب السباق الآسيوي أخذ مكان من الفرق العربية ولكن المنتخب السعودي عاد الفقر لنا خلال طوال التصفيات نعم أنت عارف أنه المنتخب العربي الوحيد الذي جالس ينتصر لأنه أغلى المنتخبات العربية نتائج بين تعادلات وخسرات في نفس الوقت أستاذ أحمد الأخضر سيواجه فيتنام يوم الثلاثاء المقبل ونحن نعرف أنه على أرض المملكة كان الفوز بثلاثية ما هو المطلوب من أغفر ونار على أرض فيتنام لا نخاف من المدرب كما ذكرت سابقا رينارد حقيقة نباتي اليوم هو العنوان الرئيسي للشارع الرياضي السعودي إعلاميا وجماهيريا حتى على مستوى اللاعبين مدرب استطاع أن يكتب تاريخ على مستوى عالي هذه التصفيات ربما تعتبر التصفيات بالنسبة لنا أن ندخلها بهذه النتائج ونحصت من خلالها هذه النقاط وبهذا المستوى اليوم المنطقب السعودي ما صار يعتمد على سالم أو علي أو عويس أو فلان بقدر ما يعتمد على مجموعة المدرب الجيد عندما يواجه نقص مؤثر ويظهر أمافك إمباريات التي بعد النقص كان هناك أي غياب فبالتالي يعتقد أن النجومية كلها للكل وليس للفرد إمبارات فيتنام لا شك أنها بالنسبة لنا وفقا للترتيب بين الأول والأقيل لكن في كرة القدم وحسابات كرة القدم التي يعرفها رينارد ويعرفها أيضا اللاعب المنتخب السعودي أو بولا واخيرا تلعب مع هذا المنتخب وكأنك تقابل لليابان أو الصين أو أستراليا كاية التهاون قد يدفع ثمنها لاحظنا فيتنام على أرض ويتغير كثيرا رغم أنه يخسر لكن يخسر أيضا بنتائج 1-0-2-1-3-1 نتمنى التوفيق للأخضر السعودية ثلاثة المقبل صدرت المجموعة الثانية السعودية ب13 نقطة متقدمة على أستراليا بثلاثة نقاط ثم عمان واليابان بست نقاط والصين بثلاثة نقاط وأخيرا ويتنام بلا نقاط